نوجه مجلس النواب ضربة موجعة للكرد بتصويته على إقالة محافظ كاركوك نجم الدين كريم من منصبه على خلفية مواقفه الأخيرة أبرزها استفتاء أقليم كردستان وذكر مراسلنا داخل قبة البرلمان أن التصويت على إقالة كريم جاء بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء حيدر العبادي مضيفا أن أسباب الإقالة هي عدم النزهة واستغلال المنصب الوظيفي والتسبب في هدر المال العام إضافة إلى فقدان أحد الشروط العضوية فضلا عن الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية يشار إلى أن التصويت على إقالة محافظ كاركوك تم بمقاطعة الكتل الكردستانية وجاء بعض طلب قدم من 128 نائبا لإدراجه على جدول الأعمال